بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نعيش أوقاتا هي أنفس الأوقات وساعات هي أغلى الساعات وليالي هي أغلى الليالي وأفضلها عند الله سبحانه إنها خلاصة رمضان وزبدة رمضان وتاج رمضان وأعظم الليالي في رمضان والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره إذا دخلت وها هو رمضان قد انطوا في غمضة عين وأوشك على الرحيل وها نحن قد دخلنا في العشر الأواخر منه والتي ميزها الله بقدر عظيم لقوله سبحانه والفجر وليالي عشر والاحتوائها على ليلة هي من أشرف وأعظم وأبهى الليالي ليلة القدر من ضيع هذه الأيام ضاع منه الكثير أيام ليست كباقي الأيام وشأنها عظيم فشعورنا بقرب انتهاء هذا الشهر يجعلنا نسعى إلى تعويض ما فتنا منه ولذلك يجب اتنامها في الطاعات من صلاة وتلاوة قرآن وذكر من صلاة على النبي واستغفر وتكبير وتهليل وتسبيح ودعاء الدعاء هذه العبادة اليسيرة والتي أنعم الله بها علينا والتي نجني من ورائها الخير الوفير فهي الوسيلة المباشرة للتحدث إلى الله وسؤاله عما يدور في داخلنا وبطلب احتياجاتنا الدنيوية والأخروية فقد تكثر علينا الأدعية ولا نعرف ما نقول وما ندعو الله به في هذه الأيام دعاء قصير كنز من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدية ثمينة منه دعاء قصير وجامع لكل الأدعية لكل من أراد الشفاء لكل من أراد الرزق لكل من أراد البركة في المال والأولاد لكل من لديه كرب وهم وضيق ويريد التفريج من الله لكل طالب مسألة لكل دي حاجة ملحة لكل من استصعب عليه أمر لكل من تثاقلت عليه هموم الدنيا لكل من عليه ديون وأموال لناس لكل من يعاني في صمت أو في كلام دعاء قصير وجامع خاص بهذه الأيام المباركة هذه الأيام العشر الأواخر من عمضان والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه لا تفرد في ثانية واحدة ولا تفتر من التكرار فإذا عفى الله عنك أفلحت ونجوت وسعيد يقول ابن القيم إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزاحمت في قلبك حوائجك فاجعل كل دعائك أن يعفو الله عنك فإن عفى عنك أتتك حوائجك بدون مسألة فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه لما نستشعر ما تتضمنه أو ما يتضمنه معنى هذا الدعاء نجد عفوا في الأبدان وعفوا في الأديان وعفوا من الديان فعفو الأبدان شفاءك من كل داء ومرض وسقن وعفو الأديان هو توفيقك في الخير والعبادة والطاعات وكل أعمال الآخرة والدنيا وعفو من الديان هو الصفح والعفو والغفران من الله الكريم العفو المنان بمحو الدنوب والتجاوز عنها وترك العقوب عليها ومن معاني العفو في اللغة هي الزيادة والكثرة فعفو في المال يعني زيادته لقوله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون قول العفو أي ما زاد عن النفق الأصلية فعفوه بأن يعطيك ما تسأل وفوق ما تسأل فلنكثر من قولها فهي والله العظيم تغني عن كل الأدعية والفرق بين العفو والمغفرة حتى يوضح للجميع المغفرة هي أن يسامحك الله عن الدنب ولكن يبقى مسجلا في الصحيفة وأما العفو فهو المسامحة على الدنب مع محوه من الصحيفة وكأنه لم يكن وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وفي هذه الأيام العظيمة الجليلة والمتضمنة لأفضل الليالي ليلة القدر فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا أمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله شكرا على المتابعة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل لنا ولكم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقنا ورزقكم من حيث لا نحتسب بإذنه ورفع علينا كل أعباء الحياة وكل الأوبئة وكل المتاعب بفضله وقوته إنه هو القادر على كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر